اشتركوا في القناة توقيع الاتفاق النووي عام 2015 محاولات تزييف الواقع الايراني لم تقف عند اعلان المرشد الاعلى عن ندمه بل انه شل الحركة الدبلوماسية والتفاوضية مع واشنطن من خلال اعلانه ايضا رفض طلب اعادة التفاوض على الاتفاق والذي من الممكن ان يكون المخرج الوحيد امامهم لتجنيب بلاده خسائر فادحة على جميع المستويات واشدد المرشد الايراني ان الحرب لن تقع ولن تفاوض وهذا ملخص الكلام الذي يجب ان يعرفه كل الشعب الايراني وقرر المرشد الايراني بان فئات الشعب المختلفة تعاني من المشاكل المعيشية مضيفا ان هناك فئات من الشعب هي في الواقع تحت ضغط ارتفاع اسعار الغذاء والسكن ومختلف الضغوط اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة